اشتركوا في القناة الرئيس نجيب ميقاطي للمقارنة بين أنه الياخت هو للرئيس أغنى شخص بطرابلس أغنى الشخصيات وأغنى رجل في مدينة طرابلس وبنفس الوقت الشعب ينتخبوا يهربوا بالبحر هذه الصورة تدولها بشكل واسع على مواقع التواصل وعلى جروبات الواتساب وبنفس الوقت أيضا فيه كان فيديو تم تداوله بهذا الإطار إذا فينا نشوفه سوا بهذا الوقت هذا الفيديو يعني عم بقولوا أنه رئيس نجيب ميقاطي خارج بلاد علامتني الياخت الخاص فيه إذا عم نشوف اسم الياخت هو اسمه تشوبي تشوبي هذا هو ياخت هذا الياخت اسمه تشوبي تشوبي نحن حاولنا ندقي أكتر لنشوف هذا الياخت إذا فعلا للرئيس نجيب ميقاطي أم لا طلع هذا الياخت هو لشقيق الرئيس نجيب ميقاطي طاها ميقاطي هذا اليخت طوله 80 متر سعره حوالي 125 مليون دولار وهو موديل 2013 لكن رئيسنا جيب مئاتي كمان عنده يخت إذا فينا نشوف الصورة هذا اليخت اللي نشوف هلأ هو يخت طاها مئاتي اللي شفناه من الشواء هذا هو للتأكيد هذا أحد الويبسايتات اللي بتعنا بأخبار اليخوط الفخمة بالعالم طبعا نحن نشوف هلأ يخت طاها مئاتي هذا اليخت هو يخت رئيسنا جيب مئاتي ما كتير يفرق عن بعض رمز وبعدين هذا أكبر من الصورة اللي حطوا بالصورة المقارنة مع عبارة الموت صح؟ تقريبا بيشبهوا بعضهم هلأ هذا الفرق أنه يخت رئيسنا جيب مئاتي طوله 79 متر مش 80 متر مثل يخت شقيكو للرئيس نجيم مئاتي تاريخ الصنع 2019 واسمه هذا اسمه تشوبي تشوبي هذا اسمه مايمتي تيمنا يقال أنه هو اختار هذا الاسم أو اختاره لأنه اسمه هك تيمنا باسم زوجته ماي هذا خبر ولكن طبعا هذا كل الحديث هذه اللي نرجع على الفكرة الأساسية اللي هنا تقارن الناس أنه بمدينة طرابلوس اللي هنا أفقر منهم على المتوسط اليوم وما يلجأوا لعبارات الموت في حين أنه في أغنى الأغنية والزيادة أنه الناس ألون عليهم لأنه يمكن بيستغلوا بالشأن العام لو ما بيستغلوا بالشأن العام بيصير شيء ما كان على مكتب بيكون ما ألون عليهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر